نتابع تصحيح الفرد المحروس إذن نتابع تصحيح الفرد المحروس هذا سؤال نصيناه في السؤال في التمرين السابق من اللي P4 هي هذه إذن نبين أن هذه العبارة هي عبارة صحيحة كسؤال ثالث إذن نكتب هذا السؤال يوجد X من R إذن ثالثا يوجد X ينتمي إلى R مهما يكون Y ينتمي إلى R X مربع Y ناقص 1 يساوي Y ناقص X مربع Y ناقص X مربع طبعاً إذن نبين بأن العبارة هي عبارة صحيحة يكفي أن نجد X على الأقل من R بحيث أنه كيف ممكن Y المتساوية تكون محقق لاحظة معي هنا إذا أخذنا X بالنسبة للنقص يكون هذه العبارة تساوي هذه العبارة دائماً وبالتالي كيف يمكن أن نعوض هنا بشيء قيباً لذلك سأعطينا نفس المعامل للإقراج هنا مثلاً X مربع يساوي 1 يعني Y مربع هو المعامل للإقراج وهنا المعامل للإقراج وهنا المعامل للإقراج هنا يمكن أن يكون لدينا جديد الحلول يعني إذا كان X يساوي 1 أو X يساوي ناقص 1 يكفي أن نأخذه بالنسبة لنا غير راحل 1 إذا كان X يساوي 1 فغيب لي عندي كيف مكان Y من R Y ناقص 1 يساوي Y ناقص 1 وهذا دائماً صحيح إذا كان X يساوي 1 إذن هذه غير فقط في البحث يعني باش أنا نفهم كيفاش فكرت وكيفاش لقيت أنا هذه القيمتين الممكنتين لذلك أنا بالنسبة لي في الفرض فأنا فقط أكتفي بإعطاء قيمة واحدة إذن بوق X يساوي 1 اللي كل Y ينسامي إلى R عدنا Y ناقص 1 تساوي Y ناقص 1 هذه رادي ما فغي إذن P4 فغي إنه عبارة صحيح نمر الآن إلى السؤال الأول في التمرين الثاني التمرين الثاني يقول انبوز Y لانتعفال جوش بلس لانفيني سواء A e B دوز ألمان تلك دو إي اللي هو الانتعفال جوش بلس لانفيني تلك AB يساوي A زائد B السؤال أول سؤال أول مانتري ك بالابسورد كA égale 2 يعني بأن بيين بالستعمال البراهن بالخلف أن A يساوي يساوي جوش مانتري ك مانتري ك A B موان A موان B إذن نحن بالنسبة لنا بأن برهن بالخلف أن A يساوي جوش فنفترض أن A يخالف إثنان تفقين سنفترض أن A يخالف يخالف إثنان إذن قلنا بأن A يخالف يخالف واحد يخالف واحد واحد يخالف واحد هذه استيجزام يعني نتيجة مباشرة كنعرف بأن A B يساوي A زائد B يعني أن A B ناقص A ناقص B يساوي سفر يكافئ حسب الملاحظة التي أعطونا في السؤال أن A ناقص واحد ناقص واحد يساوي سفر يعني أن هذه النتيجة ستساوي سفر مزيان إلا قلنا بأن A ناقص واحد يخالف واحد معناه معناه أن هذه آسطاني بأن B ناقص واحد عامل A ناقص واحد يساوي واحد هذيك تعني هذيك يساوي واحد كنعرف بأن A ناقص B يخالف واحد إذن مني قنجو نضربه هنا في B ناقص واحد إذن تقول لي عندي A ناقص واحد بأن B ناقص واحد تخالف B ناقص واحد إذن تضربنا في B ناقص واحد بأن عدد موجب يعني ما كيش مشكل لأن نفس العدد متخالفي إلا ناقص واحد يقول لي عندي A ناقص واحد عملي ب ناقص واحد ناقص واحد يخالف ب ناقص واحد هذي في الحقيقة هي سفر تخالف ب ناقص جوج يعني يعني أن B يخالف 2 وهذا تناقض ناقص واحد ناقص واحد مع أن ينتمي إلى المجال 2 زائد لنهاية وبالتالي ما افترضناه في البداية افتراض الخاطئ ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد ثم ناقص واحد بتناقص واحد كامل ناقص واحد ناقص واحد ممكن تقص اثنان وبالتالي الافتراض افترناه صح خطأ دو ا اقرادو إذن نمر الآن إلى السؤال الثاني والذي يقول الآن استنتاج قيمة ب هذا السؤال بتي بي بما أن ا يساوي ا بي يساوي ا زائد بي و ا يساوي اثنان و قد يستلزم بأن اثنان بي كتساوي اثنان زائد بي يعني أن اثنان بي ناقص بي تساوي اثنان يعني بي تساوي اثنان إذن وجدنا الآن قيمة ليل بي طيب الآن نمر للسؤال الثلاثة نريد كالك سوا ا ا ابرتراني مما يكون ا من المجال اي و مما يكون بي من المجال اي اللي هو اثنان زائد لنهاية اعطنا هاد الامتليكاسيون هاتي هدن هنا غنخدموه بالكونترابوزي بالنسبة للكاسيون لذلك ادنا سؤال ثاني يقول اكتبوز تانيا اول حاجة هاد العبارة لكل ا ينتمي الى اي ا يخالف بي يستلزيم ا ناقص واحد على ا مربع ناقص جوج ا زائد جوج يخالف بي ناقص واحد على بي مربع ناقص جوج بي زائد جوج فيمكن نكتبوه بطريقة اخرى باستعمال لكونترابوزي يعني المهما يكون ا ينتمي الى اي مهما يكون بي ينتمي الى اي غضي ننفي هاد العبارة التانية اللي هي ا ناقص واحد على ا مربع ناقص جوج ا زائد جوج عوض تخالف ندير تساوي بي ناقص واحد على بي مربع ناقص جوج بي زائد جوج امبليك ندير النفي دير ا يخالف بي يعني ا يساوي بي طبعا نطرق بنا الطرف ونوصل لها الطرف اذا اولنا ا ناقص واحد اذا عدنا ا ناقص واحد على ا مربع ناقص جوج ا زائد جوج يساوي بي ناقص واحد على بي مربع ناقص جوج بي زائد جوج هذا يسلزم انا 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 نديرو يعني الفرق يساوي السفر او لا جداء الواسطين يساوي جداء الطرفين لماذا بما ان ا ا اكبر من اثنان اذا فان ا مربع زائد ناقص اثنان ا زائد اثنان اعدد موجب يساوي 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 موجب ويساوي يساوي 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 بي ناقص واحد الوسطين زائد واحد وعندي ا ناقص واحد موجب وعندي ب ا ناقص واحد. تهواء موجة. اذا كل شيء الاطراف اللي عندي موجة. ما اذا ينزل لداء الوسطين وساوي لداء الطرفين كيش اشكال. اصلا ما يكنش مشكل قاع في لداء الوسطين وساوي لداء الطرفين كيف ما كانت شرط لانهنا ما عندش متثاويته. دك. ان لو كانت متثاويته اكبر او اصغرت ما في خصنا ردب البر كتر. مهنا ما عندناش مشكل. انا اصلا هذا المقام هذا لا ينعاديما مهما كان اوبي من المجال اتنان زائد لنهاية. اذا غيولي عنا ناقص واحد عامل على باوس اتنان ناقص جوش بي زائد اتنان كيساوي بناقص واحد عامل على اوس اتنان ناقص جوش ا زائد جوش. يستلزم. هذي يقومه بعملية النشر. تلتينا ا بمربع ناقص جوش او بي. زائد جوش او. نقص بي مربع. بي ناقص جوش. طبعا منشر وكم weighing عارفين. ا في مربع ايا افي يهي ناقص واحد على uh في ايهي ناقص بي مربع ناقص واحد في شوش بي هي زائد جوش.نفس الشيء النصر هنا. طبعا هتقضنش المكان وقد نحاول شرها شوي هنا. اذا متابع. نقص A مربع زائد جوج A نقص جوج. تبلينا بان هناك حدود يعني تتبان في الطرفين. نقص جوج نقص جوج. نقص جوج A بي نقص جوج A بي. فقط نجيب جميع الاطراف الى الطرف الاول. باش نحاول اننا نعمل هالتعبير. اذا سوف يقول عندي A B مربع نقص A مربع B. اذا نجلنا هدي هنا. ثم زائد جوج. لاحظوا هنا غيج اهدي ثم نفيدي شيء. نقص جوج بي. و جوج A حتى هي غيج شربة جوج ا. اذا اللي غيبقد عندي هو. نقص بي مربع. نقص بي مربع. sir t مربع. طبعا لا داعي باش نضير هنا اقوَس. نكتب مباشرة نقص بي مربع. ونجيب حدائها ناقص A تولي زائد A مربح إذن في الأخير تسوي سفر هنا يمكن أن نعمل هنا بAB بقس اللي AB عامل على B ناقص A ناقص وهنا عندي متطابقة هامة اللي هي ناقص B مربح ناقص A مربح تسوي سفر يستلزم بأن AB عامل لB ناقص A ناقص B ناقص A عامل لB زائد A يساوي سفر وهنا يمكن أن نعمل بB ناقص A B ناقص A عامل لماذا؟ عامل لAB ناقص B ناقص A يساوي سفر طبعا هذه كتب عندي بأن B ناقص A تسوي سفر أو AB ناقص B ناقص A يساوي سفر أكيد أن هذه تستلزم لاحظ معي يعني هنا قصة B تساوي A و AB تساوي A زائد B السؤال فين سوف نوصل لنا بأن A تساوي B ديجا عندي ديجا عندي ناقص U هنا يعني هذه محققة من خلال السؤال الأول أن A في B إذا كانت A في B تساوي A زائد B فهذا يعني أن A يساوي B يساوي جوج ديجا عندي ناقص B إذن في الحالة إذن في جميع الأحوال هذا الاستلزام رحنا بيناه وبالتالي نكون قد أنهينا هذا التمرين الثاني والذي كانت هو في المتناول طبعا إذن عشرت نقاط في المتناول بالنسبة لهذا الفرض هذا نظر من كيف ما ستعرفوا أن هاد العامة ده السيتناء فهد الفرض هذا داز هاد السناء والسيتناء هو أنه عاكين كأن مرضو الدروس يعني فرض لو نرموغس يدارو فيه جو ديالدروس من هاد فرض لو هذا غالبا أصحاب العلم الريادية يدارو فيه درس واحد لو درس المنطق